هذا وقد أجرت تغوصات نووية روسية مناورات عسكرية في بحر برانس عقب قرار موسكو وضع القوات النووية في حالة تأهب وعشرت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الهدف من المناورات هو التدريب في ظروف عاصفة مضيفة أن سفن حربية مكلفة بحماية جزيرة كولا شمال غرب روسيا ستنضم إلى المناورات ولفتت الوزارة إلى أن نشر منصات لإطلاق الصواريخ الباريسية العابرة للقارات في غابات للتدريب على الانتشار السري بمنطقة أركوتسك شرق سيبيريا